قال جبريسيوس أن المعدل الأسبوعي للحالات الجديدة بفيروس كورونا في العالم تضاعف تقريبا في الشهرين الماضيين ويقارب أعلى مستوى له منذ تفشي الوباء في حين شهرت بعض الدول التي كانت قد تجنبت الانتشار الواسع للفيروس زيارة متسارعة للحالات المؤكدة وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ المنظمة ماريا فان كيرخوف أن فيروس كورونا الجديد مزدوج التحور قد اكتشف في الهند وتم تقديم المعلومات البحثية إلى المنظمة وأن عدد الحالات للإصابة بهذه السلالة المزدوجة التحور يزداد باستمرار وأشارت فان كيرخوف أن وجود هذه السلالة أمر مثير للقلق لأنه من المحتمل أن يزيد التحور المزدوج من عدوى الفيروس ويؤثر على فعالية اللقاح وتعمل المنظمة حاليا مع الهند ودول أخرى لتعزيز فحص التسلسل الجيني للفيروس من أجل إجراء البحوث